يبحثون عن إجراء بعض التعديلات أو التغييرات من شأنها أن تفاجئ المنافس اليوم شاهدنا نونو طريقته يمكن على الرسم البياني أربعة خمسة واحد لكن في أعمالية الأدوار كانت مختلفة بنزيمة ما شاهدناه كما هو بنزيمة في المباراتين الأولى أو الطلبات التي طلبها من المدرب حتى روما كان أكثر أكثر قربا من منطقة الستة ياردة هذه الأمور هل ممكن أنها من شأنها أخرجت الاتحاد أو تجانس الاتحاد عما كان عليه في الثلاث مواجهات الماضية؟ ممكن خاصة أنه الاتحاد ملقاش مفاتيح لعب ملقاش السيابية في بناء الهجمة أنه وجد في وسط الميدان تقريبا في كل منطقة من وسط الميدان شاهدنا تفوق عدد هلالي وبالتالي دونو سنتز ملقاش المفاتيح لفك شفرة وسط الميدان خاصة وسط الميدان نادي الهلال لأنه على مستوى كنا تكلمنا في المبارات السابقة نادي الاتحاد أنه لحد يشكو ضعف كبير على مستوى وسط الميدان صحيح أنه كونتي موجود صحيح أنه لعبين جوتا لما يكون في وسط الميدان لكن ما عندهمش خصائص في تكاك الكورة ما عندهمش خصائص أنهم في الواحد ضد واحد في الثنائيات يكسبوا الثنائيات وهذه هي كورة القدم لأنه مش ممكن أنك تواجه فريق مثل نادي الهلال بلاعب وحيد قادر أنه يسجع الكورة وكونتي لقم ضعيف وعيد كل البعض حتى أنا نعتقد أنه بانتدافة بينه ممكن أن نادي الاتحاد يصبح أكثر قوة على مستوى وسط الميدان وسط الميدان هو روح كل فريق أنا نعتبر أنه في مبارات اليوم نونو سنتوس ما قاش الحلول ما قاش مفاتيح اللعب خاصة على مستوى سناعة اللعب لما في مبارات كاملة ما نشاهدوش رومانينيو ما نشاهدوش بنزيمة ما نشاهدوش جوتا نفس الشي ما نشاهدوش مفاتيح اللعب لأن النادي الاتحاد والسبب؟ نعتبر أنه على المستوى التكتيكي اليوم كابتن نوافة شكر الله أبو عبد الله حياك الله يا مرحبا أخوي سلطان أبو لطيفة رحب فيك ورحب أخواننا المشاهدين والمشاهدات في هذه الأمسية الكروية الرائعة بين الاتحاد والهلال استمتعنا بقمة أسيوية عربية خليجية وهذه مستوى كرة القدم العربية بنكهة عالمية سعودية طيب شوف أتفق معك اتفاك الحالات اللي صالح عشان لا تقولون الحالات اللي صالح الاتحاد أنا بكون مشجع إلالي والحالات اللي صالح الهلال أنا بكون مشجع اتحادي عشان أحاول أرضي استفسارات الجمهور خلاص؟ وأنا بعد من دوري عندي قانون كرة القدم أطبق قانون كرة القدم وأفسر مواد قانون كرة القدم بس في تساؤلات جماهيرية أنا بحاول أطرعها وتبناها أوضح للأخوة المشاهدين لأن هذا من حقهم أنهم يشوفون التحليل بشكل منطقي وشكل قانوني ننطلق بالحال الأولى ولهم كل الحق في إبداء الرأي وأنا بحاول أكون صوتهم على قدر المستطاع نبدأ بالحال الأولى طبعاً المباراة أقيمت بإدارة طاقم خليجي قطري بقيادة الكابتن المنديالي عبد الرحمن الجاسم نشوف اللعبة الأولى الهدف الأول دقيقة 14 للهلال هذه اللعبة تثقيفية وأيضاً لعبة فيها تصرف من قبل حكم المباراة نشوف بس نوقف اللعبة قبل التنفيذ نعم هناك دفع واضح من قبل لاعب الهلال على لاعب الاتحاد ولكن النقطة الفيصالية المهمة أن الكرة لم تكن في اللعب لهذا الأساس لم يتدخل حكم الفيديو لإعطاء إشارة لحكم الساحة بالنظر للعبة مرة ثانية لأنه خرقاً للبروتوكول الكرة لم تكن في اللعب نعم هناك دفع واضح واستفاد لاعب الهلال من هذا الدفع ولكن قانوناً لا يمكن احتساب خطأ على فريق الهلال في هذه اللعبة ولكن من الناحية من الناحية الإدارية يفترض من حكم المباراة في هذه اللعبة إيقاف اللعب قبل التنفيذ قبل التنفيذ مباشرة وتحذير اللاعبين وإعادة ركلة الركلية مرة أخرى لكن لو لعب وما وقفها ما يرجع لها لا خلاص الحكم لعب يستطيع الحكم أن يقف المباراة أو يقاف اللعب أثناء التنفيذ أو قبل التنفيذ لتحذير اللاعبين ولكن أنا أقول لكن أكسد طالما لعبت ما يقدر يوقفهم لا دم لعبت إذا كان هناك خطأ بعد التنفيذ يحتسب الخطأ ويستطيع حكم الفيديو التدخل بهذه اللعبة ويعطي إشارة حكم هل هناك خطأ بعد التنفيذ الخطأ قبل التنفيذ الخطأ بعد التنفيذ لم يكن هناك خطأ قبل التنفيذ بس نريد نوقف هنا شباب قبل اللعبة كان هناك الدفع فنوضح للشارع العام بأن لا يمكن احتساب خطأ والكرة لم تكن في اللعب هذا من شروط قانون كرة القدم يجب أن تكون الكرة في اللعب ويجب أن تكون في الملعب أو أثناء بمساحة الملعب وأيضا تكون على ضد منافس وزميل يعني في هذه اللعبة الكرة لم تكن لأن هذه اللعبة هي اللعبة الجدلية واللعبة اللي يطالبون فيها الاتحار بإلغاء الهدف أنا أقول قانونا الهدف سليم لأن الكرة لم تكن باللعب والخطأ حدث قبل أن تكون الكرة في اللعب لكن يفترض من حكم المباراة إيقاف اللعب وتحذير اللعبين وإعادة ركلة كإجراء احترازي هذا الاعتبار لو انتبه للعبة قبل التنفيذ لكن طالما أنها نفذت ما يرجع نفذت ولا يوجد خطأ والحكم لم ينتبه لا لا نفذت واللاعب طايح في الأرض دافة الحكم لم يشاهد الخطأ بس قبل التنفيذ هناك يشاهد الحكم ونظرية الحكم نظرية الحكم توهتني أنا وتوهت الناس لا معلش خلينا ناخذها حبة حبة الآن الخطأ حصل قبل التنفيذ قبل التنفيذ طيب نفذ لاعب الهلال الكرة يستطيع الحكم إيقاف اللعب طيب ليش ما وقف اللعب؟ يمكن لم يشاهد اللعبة طيب سجل الهلال هدف وراح ليش ما رجع للفار وشاهد اللعبة؟ لا مش راح للفار لأن الكرة لم تكن في اللعب خرقاً للبروتوكول لابد أن تكون الكرة في اللعبة يعني قبل التنفيذ لو قلي نعم أو لا لو قبل التنفيذ انتبه الحكم للعبة ووقف الكرة هذه حالة صحيحة صحيحة لكن لعبة الكرة والتفت ولقح لاعب الاتحاد في الأرض ما شاهد خطأ بس شاهد ردة فعل من حكم الفيديو يشاهد إذا كان هذا السقوط والدافع قبل التنفيذ يكمل ما يتدخل حكم الفيديو لو بعد التنفيذ يتدخل حكم الفيديو والحالة المت elbows هدف صحيح هدف صحيح لأن الخطأ قبل التنفيذ الحالة اللي بعدها الحالة اللي بعدها بدقيقة 21 طبعا الحكم احتسب تحايل ركل حرقين مباشرة على لاعب الهلال لصقوط داخل منطقة الثمانة عشر ولكن القرار السليم هنا ركلة جزاء للهلال لم تحتسب بداعي الاعاقة نشوف هنا اللاعب الاتحاد لم ينجح بلعب الكرة ومن ثم اعاقة تقدم لاعب المنافس لاعب الهلال نشوف شكل واضح اللاعب هنا لم ينجح بلعب الكرة واعاقة تقدم المنافس الهلال والقرار السليم احتساب ركلة جزاء يعني هنا لم يكن هناك تحايل من ميشيل والبطاقة الصفراء قرار خاطئ وكان المفترض عليه ان يحتسب ركلة جزاء لصالح الهلال ويجب على حكم الفيديو التدخل ليعطاء الفرصة مرة اخرى لحكم الساحة للمشاهدة ويأخذ القرار نشوف الدقيقة 24 سقوط لاعب الاتحاد داخل منطقة الجزاء نعم هناك سقوط ولكن هذا السقوط نشوف الاعادة الاحتكاق كان خارج منطقة الجزاء ويجب عن الحكم المبارا احتساب خطأ للاتحاد ولكن هذا الخطأ خارج منطقة الجزاء نشوف الاعادة الاعاقة نشوف الاعاقة واضحة بخارج منطقة الجزاء نسينا في الزاوية الثانية نوقفها اثناء الخطأ نشوف بلطيفة الخطأ والاعاقة واضحة خارج منطقة الجزاء الحكم لم يوفق باحتساب خطأ بارك لم يحتسب استمرارية اللعب كان يفترض احتساب ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء نشوف الدقيقة 43 ركلة جزاء للهلال إعاقة المهاجم من قبل حارس المرمى طبعا ركلة جزاء صحيحة وتوفق حكا المباراة نشوف في الإعادات اللاعب الحارس لم ينجح بلعب الكرة ولم ينافس على لعب الكرة وإنما قدمه بالأبزاز مباشرة اتجهت إلى قدم لاعب الهلال من الخلف نشوف في الإعادة الخروج الخارج من حارس المرمى ودخوله على لاعب الهلال المهاجم في الإعادة نشوف نوقفها شباب القدم الحارس اليسار مباشرة ذهبت إلى قدم لاعب الهلال ركلة جزاء صحيحة وتم تشيكه من قبل حكام الفيديو وأي القرار الحكام ونعم القرار